بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام هذا سابع مجالسنا في موسم حج هذا العام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المجالس التي قضيناها في هذه الأيام العشر المباركة في هذا المكان المبارك وبين يدي هذا الموسم العظيم حديثاً عن حدث الوقت وأواني العبادة وهو مقاصد حج بيت الله الحرام ولأنه سابع المجالس وغداً سيتوجه الحجيج إلى حيث قادتهم قلوبهم قبل رواحلهم وسينطلقون محرمين بالحج إلى مناً فعرف وما بعدها من أداء المناسك فإن مجلسنا هذا وآخر مجالسنا قبل الحج لنعود بعد الحج إن شاء الله تعالى في حديث ذيصلة بهذا القدوم المبارك وهذه الوفادة العظيمة التي جئتم في أكنافها مفتخرين متشرفين بضيافة أكرم الأكرمين في بيته العظيم سبحانه وتعالى تقدم الحديث عن مقصد توحيد الله تعالى ومقصد الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصد إقامة ذكر الله في الحج الحج مدرسة تعلمنا في أيامها الأربعة أو الخمسة أو الستة دروساً عظيمة في الحياة بل تجعلنا نرفع معالم للحياة التي يريد الله عز وجل من العباد نرجع بعد الحج وقد امتلأت القلوب توحيداً لباريها وحباً لنبيها صلى الله عليه وسلم واستمساكاً بسنته وحرصاً عليها وتعلقاً بها وترجع القلوب بعد الحج وقد أنارت وأضاءت بذكر الله عز وجل وأدمنت الحياة المؤنسة التي ترفرف فيها السعادة وطمأنينة القلب بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أجل يرجع أحدنا بعد الحج وقد تعلم هذه المعاني العظام وقام في حياته هذه المعالم الكبيرة الضخمة يكون الحج حقيقةً تصحيحاً لمسار الحياة ليكون الحج حقاً وحقيقةً إعادة لصياغة النفس والحياة والقلب وتعود البشرية بعد الحج أهدى سبيلاً مما كانت عليه قبله وهذه واحدة من تأملات حكمة الله عز وجل في إيجاب الحج مرة واحدة في العمر كما تقدم في صدر هذه المجالس لأن المرة الواحدة لو أداها الحاج كما يريد الله المرة الواحدة كفيلة بأن يرجع الحاج كما يحب الله عز وجل ليمضي بقية عمره سائراً على طريقه الذي عرف به الوصول إلى الله والدار الآخرة المقصد الذي نتناوله في مجلس الليلة كبير عظيم بل هما مقصدان وحاولوا إدراجهما معاً لضيق الوقت وأهمية الحديث عنهما معاً سأبدأ بأولهما مختصراً كلاماً حقه والله أن تفرد له المجالس تدري لما؟ لأنها واحدة من المفاهيم العظيمة التي ينبغي أن تمتلئ بها الرؤوس وأن تعمر بها القلوب لما؟ لأنها قوام العبودية لله التي من أجلها خلقنا الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبودية مفهوم واسع كبير اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوان والأعمال الظاهرة والباطنة العبودية بمفهومها الواسع هي حياة شاملة قوام العبودية لله عمل عظيم من أعمال القلوب هو قوام ذلك كله متى قام هذا القائم في قلب العبد فقد تمت عبوديته لله إنها عبودية التعظيم لله جل جلاله أجل تعظيم الله هو أساس كل عبادات القلب فالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والحسن الظن والصدق مع الله كلها عبادات إنما تقوى أو تضعف في القلب بناء على قوة تعظيم الله في القلب أخبرني عن قوة قلبك في تعظيمك لربك أخبرك كيف هو حبك لله وخوفك من الله صدقاً والله كل من كان لله معظماً أكثر كان محباً له أكثر وخائفاً منه أكثر وصادقاً في توكله عليه وحسناً في الظن به والتعلق بلطفه أعظم وأتم فتعود المسألة يا كرام إلى هذا المعنى الكبير تعظيم الله سبحانه وتعالى عد مرة أخرى إلى العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والقرآن كلها تقودك إلى تعظيم الله عز وجل من أجل تعظيم الله فرضة العبادات من أجل تعظيم الله شرعة الأذكار من أجل تعظيم الله جئت اليوم تحج بيت الله الحرام نعم هذه واحدة من المقاصد أن تتعلم كيف توطن قلبك على تعظيم ربك سبحانه ستقول لكنني حقيقة أعظم الله نعم تعظيم الله أصله موجود في قلب كل مؤمن ومؤمنة الأصل موجود إنما الكلام على تنمية هذا التعظيم وتقويته في القلب ونمائه وزيادته أليست العبادات والإيمان أليس مما يزيد وينقص في قلوب العباد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة بلى فمما يزيد الإيمان يزيد التعظيم لله عز وجل في القلب ومما ينقص الإيمان ينقص تعظيم الله سبحانه وتعالى والله ما عبد العابدون ربهم ولا أطاع الطائعون لله عز وجل ولا تسابق الأولياء والصالحون بشيء من الزاد حملهم على ذلك السبق البعيد بأعظم ولا أفضل من تعظيمهم لله في قلوبهم ولا عصى العصات وجهل الجاهلون وافترى المفترون وتجاوز المتجاوزون ووقع كل من وقع في خطأ وذنب وتقصير في جنب الله إلا بما وقع في قلوبهم من نقص أو ضعف تعظيم الله شئت أم أبي هي هكذا مضطردة أرأيت تجرؤ الفسقة والعصى وتمرد الطغاة والبغاة والله ما حملهم على ما وقعوا في ما وقعوا فيه إلا جهل أو ضعف تعظيم أو عدم تعظيم لله عز وجل يقول الله وما قدر الله حق قدره ولأن الآية جاءت في ذنب العباد بأسوأ ما وقعوا فيه جاءت خاتمة الآية لإحياء هذا المعنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما وقع تعظيم الله في القلوب ولا ضعف تعظيم قدره سبحانه إلا بهذه الآفة نعود فنقول يأتي الحج وهو الركن العظيم والعبادة الجليلة ليقصد في أحد مقاصده أن يتعلم الحجيج تعظيم الله ويحي ذلك في حجهم كيف أعظم الله؟ تعظم شعائره وتعظم حرماته وكل الأمرين جاء قصدا في آيات الحج في سورة الحج في إولاهما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وفي الآية الأخرى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من عظم الله يا كرام عظم كل ما يعظم الله ومن أحب الله أحب كل شيء يحبه الله فنعود إلى معنى التعظيم لنقول إن كنت عبداً معظماً لله عظم ما عظم الله ومما عظم الله سبحانه حرماته وعظم شعائره وأمرنا أن نعظمها ويستوجب عليك في الحج أن تخطو خطوات المناسك معظماً حرمات الله وشعائر الله تعالوا فلنفهم ما المراد بحرمات الله سبحانه تعددت عبارات السلف في بيان معنى حرمات الله في الآية قيل الحرمات هي معاصيه وما نهى عنه سبحانه وتعالى وتعظيمها يكون بترك ملابستها والمجافات عنها وقيل حرمات الله عز وجل هي الأوامر والنواهي وقيل ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه وقيل حرمات الله هي المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام كل شيء حرمه الله البيت الحرام والمسجد الحرام والمشعر الحرام فهذه مما حرم الله وما تعظيمها أن يكون القلب ممتدئاً بمعناها وفضلها ومكانتها قال بعض أهل العلم في عبارة جامعة لمعنى حرمات الله قال ابن القيم رحمه الله الصواب أن الحرمات تعم ذلك كله وهي جمع حرمة كل ما يجب احترامه وحفظ حقه من الحقوق والأشخاص والأزمينة والأماكن فهو داخل في حرمات الله فلا تنسى هذا حرمات الله كل شيء في الشريعة له حرمة ومكانة وقدر رفيع من الحقوق كحق الله فهو محترم وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محترم وكذلك الأشخاص فالأنبياء والملائكة من حرمات الله المحترمة وكذلك الشأن في الأماكن كمكة وعرفة ومزدلفة وكذلك الأزمان كرمضان وعشر ذي الحجة وعشراء فهي أزمنة أيضاً لها مكانة وحرمة في الشريعة يقول السعد رحمه الله حرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها فالمناسك كلها والحرم والإحرام والهدايا وعبادات التي أمر الله هي حرمات وتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها بلا تهاون ولا تكاسل أو تثاقل هذا معنى حرمات الله فما معنى شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر جمع شعيرة والشعيرة في الدين هي العلم من أعلام الدين البارزة والظاهرة التي تكون شعاراً للإسلام وعلامة عليه فإنها من شعائر الدين وأقوال السلف في بيان معناها على سبيل التمثيل من شعائر الله الهدي في الحج الذي يذبح أيام الإحرام في ميناء أيام الحج في ميناء فإنها من شعائر الله والله سماها من الشعائر وقيل هي حرمات الله أيضاً والوقوف بعرفة من شعائر الله وجمع الحجيج في مزدلفة يوم العيد هي أيضاً من شعائر الله البدن والنوق التي تنحر هي من شعائر الله رمي الجميار من شعائر الله حلق الرؤوس من شعائر الله بل قال أهل العلم الطواف والأذان والصلاة هي من شعائر الله والصفى والمروة والكعبة والمقام كل ذلك داخل في شعائر الله لما سأل رجل الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن أي الشعائر أعظم؟ ما سأل عن الشعائر لا سأل أن أعظمها قال يا أبا عبد الرحمن أي الشعائر أعظم؟ قال أو في شك أنت منه هذا أعظم الشعائر يعني البيت الحرام يعني الكعبة قال هذا أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فبالتالي كل شعائر الله يا كرام التي مضى ذكرها داخلة في عموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإن كان سياق الآية الكريمة في ذبح الهدي والأضاحي في الحج فجاء قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله مقصودا به ذبح الهدي والأضاحي بالمقام الأول فهي مقصود السياق لكن اللفظ على عمومه فكل من عظم شعائر الله كان دلالة على تقوى القلب وبالعكس كل عبد يضعف في تعظيمه لشعائر الله كان ذلك دلالة على نقص تقوى الله في قلبه هذا كلام الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما تعظيم الشعائر؟ إذا كان المقصود هو الهدي والأضاحي بالمقام الأول فهي مرادة بلا خلاف لكن عموم اللفظ يدل على دخول سواها ولهذا قال القرطبي رحمه الله شعائر الله أعلى مدينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك قال الطبري رحمه الله هي ما جعله الله أعلاماً لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم لم يخصص من ذلك شيئاً فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب كما قال جل ثناؤه وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إذن الكلام على ماذا؟ إن أردت المراد بها الهدي والأضاحي فقوله لكم فيها منافع قبل ذبحها يعني ركوب ظهرها وشرب ألبانها وإن أردت المراد بالهدي عموم ما تقدم في الشعائر الهدي وغيره فالمراد بالمنافع المنافع الدنيوية والأخروية فيما تقدم في أول المجالس عند قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم إذن أمر الله بتعظيم حرماته في الحج وأمر سبحانه بتعظيم شعائره في الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه خير له من ماذا؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه خير له من إيش؟ لا هذه خير هنا ليست للتفضيل قال القرطبي رحمه الله قوله خير له ليس للتفضيل وإنما هي عيدة بخير يعني يعدكم الله بخير ذلك ومن يعظم حرمات الله فالله يعدك خيرا بالله لو وعدك رجل كريم عظيم جليل الشأن عظيم المنصب وعدك خيرا ستذهب وملء صدرك الرضا والسرور أنك ستنال خيرا لا محالة فكيف إذا وعدك رب الأرباب وملك الملوك سبحانه بخير لك عنده سبحانه وتعالى إن كان في دنياك أو في أخراك وهذا لا ينال إلا بما قال الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تحقيق تقوى الله في ذاته مقصد وهو الآتي في حديث الليلة جنبا إلى جنب مع هذا المقصد العظيم انظر كيف اقترن تعظيم الشعائر بتقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب حقق مقصدا في الحج يقدك إلى مقصد آخر فتصيب الخيرات المتتابعة أمر الله عز وجل بذلك وقال فإنها من تقوى القلوب يعني فهذا التعظيم الذي يقود القلب إلى تعظيم الشعائر وقيام القلب بحقها يكون خيرا له يا كرام إن جعلنا شعائر الله بالمعنى العام الهدي والأضاحي والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروى كل ذلك جعلناه من تعظيم شعائر الله فالمراد بالتعظيم في هذا السياق يكون بحسب كل شيء تعلق به التعظيم فإن كان المقصود الهدي والأضاحي فما تعظيمها؟ كيف تعظم الهدي والأضاحي؟ تعظيمها استسمانها وغلاء أثمانها أن تذهب وتشتري الشاتة أو البقرة السمينة الثمينة وأنت لو اشتريت أخرى أقل منها لحماً وأرخص منها ثمناً أجزأتك أو لم تجزئ؟ أجزأتك تنزل سوق الغنم لتشتري أضحيتك أو تشتري هديك في التمتع وإذا بكاء في السوق أمامك شاتاني كلتاهما مجزئة شرعة من حيث السن واستفاء الشروط والسلامة من العيوب واحدة بألف والثانية بألفين بالله ستشتري أيهما؟ أبو ألف طبعاً نعم كلنا ذاك الرجل الذي يحب المال والألف الأخرى سأدخرها لشيء آخر حقاً نفعل ذلك لكن تعظيم الشعائر يعلمنا بطريقة مختلفة أعطيك مثالاً لو نزل ببيتك ضيف عزيز عليك حبيب على قلبك تريد أن تعبر له عن فرحتك وحبك وتقديرك وذهبت تشتري له هدية ونزلت السوق فوجدت عطراً أو قلماً أو ساعة واحدة بألف والثانية بألفين بالله ستشتري أيتهما؟ أبو ألفين شفت كيف؟ صدقاً والله هو شيء في القلب يقودك إلى أن تفعل الشيء فهو أمر داخل القلب يعبر عنه الفعل بالتصرف والله الذي لا إله إلا هو تدري ليش سمي الهدي هدياً؟ أنت تهديه إلى رب البيت بالله عليه أي أضحية تريد أن تقدمها في صحيفة عملك؟ أي هدي في حجك وعمرتك تريد أن تقربه إلى رب البيت؟ وفي النهاية إن ذبحتها وفيها عشرين كيلو لحم زيادة فاللحم لك وأنت المستفيد من أكلها ومرقتها تأكل وتطعم وتهدي الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم هي كم مرة؟ هي مرة واحدة في السنة أضحية أو مرة واحدة في العمر هدي حج فأي الأمرين ستختار ترك لك الأمر عبد الله لتعبر عن عظيم تعظيمك لله بما تفعله في تعظيم شعائر الله والله ما أمرنا ولا حملنا ما لا نطيق لكن الإغراء جاء فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذا دلالة عظيمة جاء في آخر الآيات فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وإذا كان المراد بالشعائر كل شيء سوى ذلك فإن المراد بتعظيم كل شيء بحسبه فتعظيم الزمان المعظم باحترامه وتعظيم المكان المعظم بأداء العبادة المشروعة فيه وتعظيم الحرمات بإيفائها حقوقها كما سيأتي تفصيلا إذن هذه أدلة الأمر بتعظيم شعائر الله وحرمات الله جئت الآن حاجا غدا إن شاء الله ستنطلقون في خطوات الحج والمناسك بعضكم من الليلة وبعضكم من الغدي وبعضكم من بعد الغدي كل الحجيجي سينطلقون في إحرام متوجهين إلى المشاعر العظام منا وعرفة ومزدلفة الذي يوجبه تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره وحرماته كل خطوات المناسك كالتالي أول ذلك تعظيم النية في الإحرام لما ترتدي لباس الإحرام غدا أو بعد غد تخلع لباسك أحضر تعظيم الله في أول خطوة وتعظيم الله هنا تجريد النية عن كل شيء سوى الله فما أحرمت إلا لوجهه الكريم ولا تريد بحجك وعمرتك إلا ثوابه العظيم ولا ترجو إلا الله والدار الآخرة تعظيم حرمات الله تعظيم شعائر الله في أول خطواتها بتعظيم النية وتعظيم النية إخلاصها لله وصدق الرغبة فيما عند الله لا تنسى النية هي التي تثقل العمل أو تذهبه هباء منثورا ربما كان العمل قليلا وقد قال الأوائل رب عمل قليل عظمته النية ورب عمل عظيم حقرته النية 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 يا كراء في أول الإحرام ماذا تنوي؟ ستنوي الدخول في النسك أخرج كل شيء من قلبك سوى الله عندما تقول لبيك اللهم لبيك اجعلها واقعة في قلب نظيف طاهر تخلص من كل شيء ولم يعلق قلبه بأي شيء سوى مرضات الله والدار الآخرة تعظيم النية بالإخلاص لوجه الله الكريم طمعا في الثواب أداء للفرض وتجريد القصد عن كل شيء سوى الله مع إتمام الحج كما أمر الله وأتم الحج والعمرة لله ثاني الخطوات أنت لما تنوي وتحرم تنطلق في خطوات الحج وتنفق في طريق حجك وفي جميع إجراءاتك نفقة الحج أما شعرت أن من تعظيم شعائر الله وحرماته في الحج تعظيم النفقة التي تنفق في الحج والمراد بتعظيم النفقة يا كرام أن تكون حلالا لا شبهة فيه فضلا عن أن تكون حراما والعياذ بالله لا والله ما عظم الحج من جاء بمال حرام ما عظم الله ولا حرمات الله ولا شعائر الله من جاء وفي حجه مال مشتبه مختلس فيه ريبة ليس من طيب كسب ولا من حلال هذا ما عظم الله ولا عظم حرمات الله هذه واحدة والثانية أن المال الحلال الذي لا شبهة فيه ولم ترى إذا أردت أن تعظم الله في نفقتك في الحج فاجعل نفقتك تخرج من طيب قلب طاهر أن تخرج بطيب نفس غير مستكثر نفقة الحج ولا متذنبر وإياك ثم إياك أن تستكثر أو تشعر بحرج في شيء تنفقه في حجك فضلاً عن أن تعد الإنفاق في الحج نقصاً للمال أو خسارة عياذاً بالله أيضاً سأقرب لك الصورة لو أنك ادخرت مالاً للصيف تسافر به سياحة في بلد ما أنت وزوجتك وأولاده وادخرت لذلك عشرة ألاف عشرين ألف خمسين ألف هي ميزانيتك لرحلة سياحة أنت وأسرتك ماذا ستفعل إذا زرت البلد الذي نويت السفر إليه للسياحة ستختار أطيب الأماكن وتشتري أطيب الطعام وتختار أفضل الهدايا تستمتع في رحلتك تلك غير مستكثر شيئاً من النفقة التي ادخرتها لتلك الرحلة وهكذا ينبغي أن يكون الحاج في رحلته قد أتى بمال رصده لرحلة الحج ونفقة الحج فلا تبخل عبد الله لا تبخل في نفقة الحج أن تخرجها بطيب نفس وقد مر مثاله قبل قلل في شراء الهدي والأضاحي إياك أن تشعر في نفقة الحج أنك خسرت مالاً جمعته منذ سنوات لا والله إنما جعلته في ميزان ثقيل تسر أن تلقى الله به يوم القيامة فنفقة الحج تكون هكذا حلالاً لا ريبة فيها قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مضرور رابعاً أو ثالثاً من تعظيم شعائر الله وحرماته في الحج تعظيم الهدي الذي تشترونه أيها الحجاج متمتعين وقارنين وربما كان حاجاً مفرداً فأهدى تطوعاً ليس واجباً عليه لكنه يحب أن يتقرب إلى الله بالذبح الذي يحب الله عز وجل تقدم أن تعظيم الهدي استسمانه وغلاء ثمنه وأما ما يفعله بعض الحجيج من البحث في الهدي عن الأرخص والأقل ثمناً وربما أقل لحماً وأضعف بدناً وأشده زالاً فقط لأجل توفير فارق في السعر لهذا يفحث عن تحقيق المقصد من طريق آخر وأسوأ من ذلك واسمحوا لي بهذه من إذا أحرم وهو مخير بين تمتع أفضل فيه عمرة وحج وفيه عبادة أكثر وأجر أعظم وبين أن يحرم بالحج مفرداً فيختار الإفراد لا لشيء إلا لأن هذا لا يجب فيه الهدي وهذا يجب فيه الهدي عبد الله في حساب العبادات مع الله لا تفكر هكذا فكر في الطريق الذي يحبه الله ويقربك إليه أكثر فقد تقول لكنني حقاً لا أملك نفقة الهدي ولا أقوى عليها لا حرج الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذا باب لكنه سيقودك إلى مرتبة أعظم المهم ألا يكون إيقاع شيء من العبادات مبنياً على حساب الماديات هذا كم يكلف وهذا كم يكلف تخلص من ذلك واجعل تعظيم الله عز وجل عندك أعظم من كل شيء ليس المطلوب يا إخوة أن نتحمل الديون وأن نرهق أنفسنا بما لا تطيق لكن المقصود إعادة النظر إلى الحج ونفقة الحج وتعظيم الله عز وجل ليحقق لنا هذا المقصد العظيم رابعاً يا كرام في رحلة الحج تطعون بأقدامكم على بقاع طاهرة شريفة اختارها الله عز وجل من كل بلاد الدنيا مكة البلد الذي أحبه الله وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو خارج في رحلة الهجرة إلى المدينة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله هذا حق وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنت اليوم تخطو فوق ثرى هذا البلد الذي أحبه الله وتطع بقدميك أرض المشاعر العظام مينة ومزدليفة وعرفات هذه البقاع معظمة والله أمرنا بتعظيمه قال ذلك ومن يعظم حرمات الله وكل ذلك من حرمات الله بل هذا البيت الحرام وفيه الكعبة ومقام إبراهيم والحجر الأسود وفيه جبل الصفاء وجبل المروة هذه أمور عظيمة وهي محترمة وتعظيمها مطلوب شرعاً وذلك بأن يجتهد العبد في رحلة حجه في طاعة الله في هذه الأماكن يا أخي دوّن حسناتك وعباداتك وطاعاتك لله في هذه البقاع العظام واجعل عملاً صالحاً تدوّن على أيدي الملائكة الكرام في هذه البقاع العظام تفرح أن تلقى الله بها يوم تلقاه اجعل هذه البقاع الطاهرة شاهدة لك أنك ركعت فيها وسجدت وذكرت الله وختمت القرآن وفعلت الإحسان وأنك ما تأخرت عن طاعة وأنك كففت نفسك عن الحرام فوالله نعم العبد عبد لما جاءه الشيطان وزيّن له المعصية وأزه نحو حفرة من حفر الهوى ونحن بشر مساكين ضعفاء نزل ونخطئ لكن قام بقلبه داعي التعظيم لهذا البلد الحرام فلما زيّن له الشيطان المعصية وكادت قدمه أن تزل استيقظ فقال معاذ الله هذا بلد الله الحرام لا والله إني أخاف الله وأعظم بلد الله فنأى بنفسه فكانت جولة شريفة من جولات الانتصار على الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء هذا التعظيم الحقيقي يا كراء لمعنى تعظيم البقاع والبلاد مكة الحرم ومصفة والمروة والكعبة ومينة وعرفة ومزدلفة فالمقصود بتعظيم تلك البقاع مجاهدة النفس في الاستكثار فيها من الطاعات مجاهدة النفس في الانكفاف على بقاعها من الحرام والمعاصي أن يربأ أحدنا بنفسه عن التقصير والتفريط نعم أنا ما زلت عبدا مذنبا مقصرا مفرطا لكنني إذا غشيت مكانا فاضلا أو زمانا مباركا تحرك داعي الإيمان في قلبي فقلت لا والله ما ينبغي لي أن أكون في هذا الزمان كسائر الزمان ولا يليق بي أن أكون في هذا المكان كما أنا في سائر الأماكن فهذا والله من أعظم ما يحيط به المرء قلبه من تعظيم الله عز وجل ويوطن فيها من المعاني الإيمانية العظيمة إذن تيقظوا يا كرام ليس المقصود بتعظيم الأماكن التبرك بتربتها ولا أخذ قطعة منها كما يظن بعض الجهال والعوام يظن أن من تعظيم عرف أن يأخذ شيئا من تربتها وأن من تعظيم الزرف أن يأخذ شيئا من الحصى ومن تعظيم ميناء يحمل بعضا من جماري حصى الجمرات معه إلى بلده بعدما يعود ليس هذا هو التعظيم بل هذا جهل وخطأ ولا صحة له ولا أثر وربما إذا اعتقد فيه صاحبه التعبد كان مبتدعا في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل لكن تعظيم هذه البقاع بما تقدم من حث النفوس فيها على الاستكثار من الطاعة والانكفاف فيها عن المعاصي والمآثم تعظيم المسجد الحرام يا كرام وأنتم جالسون في رحابه الآن متنعمون بانتظار الصلاة إلى الصلاة في أعظم بقعة يرفع فيها أذان أعظم بقعة يجتمع فيها أهل الإسلام للصلاة أعظم بقعة تضاعف فيها الحسنات وأجر الصلاة بمائة ألف استكثر عبد الله من تعظيمك للمسجد الحرام أن تستكثر من البقاء فيه والمكث فيه والتعبد فيه والطواف فيه وذكر الله فيه فأنت تعظم بيت الله الحرام والتأدب أيضا في مكثك فيه وعدم إظهار ما لا يليق في رحاب المسجد الحرام من قول أوفع أو ضياع الأوقات سدى والحرص أيضا على نظافة المسجد الحرام وطهارته هو أيضا من تعظيم المسجد الحرام حسا ومعنى أيضا من تعظيم شعائر الله وحرمات الله في الحج تعظيم الدعاء الذي هو صلب الذكر لله في الحج وهو واحد من المحطات الكباء التي تفرغ فيها النفوس الحاجات والأمنيات والطلبات أمام رب كريم عند البيت في الكعبة في الطواف وبين الصفى والمروى في السعيد وخلف المقام إذا صلى ركعتين وهناك على صعيد عرفات في الموقف العظيم وعند رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الوسطى والصغرى وعند المشعر الحرام صبح يوم مزدليفة وفي طوافه إذا طاف وفي الصلوات وفي أي وقت وآن عندما يوفق الله عبدا يفتح قلبه ويرفع يديه مناجيا ملك الملوك ورب الأرباب سائلا متضرعا متوسلا إلى الله الغني الحميد بذله وفقره وحاجته وهو العبد الضعيف عندما يوفق الله عبدا لطرق باب الدعاء فاعلم أن من تعظيمك لله في الحج أن تعظم الدعاء كيف أعظمه؟ أن تلزم الأدب فيه إذا دعوت الله أن تعلق قلبك في الدعاء بكرم الله أن لا تسأل سوى الله إذا سألت الله فقدم بين يدي دعواتك حمدا وثناء وتمجيدا يليق بربك الكريم سبحانه إذا عظمت الله في الدعاء دعوت بأدب وخفض صوت أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إذا دعوت الله معظما لله غلبتك عيناك فبكت غلبك قلبك فخشع غلبتك نفسك فانكسرت إذا دعوت الله معظما لله عز وجل شعرت كأنما أنت في الدعاء واقف تغترف من بحر فيه كرم الكريم سبحانه وجواد الجواد جل جلاله تعظيما لله يعلق قلبك بصدق الرجاء فيما عند الله تعظيما لله تشعر نفسك بأنك لن ترجع خائبا ولا محروما من فضل الله إملأ قلبك إياك في الدعاء عبد الله إياك إياك في الدعاء أن تدعو دعاء مجرب يعرض حاجته لينظر أتحقق أم لا يكون إياك إياك في هذا المقام في الدعاء بل يدعو الله عز وجل موقنا مصدقا بوعده سبحانه بالعطاء محسنا أضن بالرب الكريم جل في علاه تعظيم الوقوف بعرفة أيضا هو من تعظيم الله في الحج وتعظيم الله في الدعاء على صعيد عرفات طمعا في القبول وتعلقا بأذيال الرجاء وانكسارا وبكاءا وخشوعا وتضرعا في وقوفك بعرفات تذكر الكرم الإلهي ومباهة الجليل سبحانه بعباده في ذلك الموقف أمام ملائكة السماء فهناك تبتهل القلوب وتسكب العبرات تعظيم محظورات الإحرام هي أيضا من تعظيمك لشعائر الله وحرمات الله في حجك أيها الحاج وتعظيم محظورات الإحرام بالكف عنها وعدم التحايل على الوقوع فيها انتبه لأن بعض الناس إذا رغب في شيء من المحظورات احتال أو استهان بشأنها أو ظن أن بوسعه أن يفعل اختيارا للمحظور الذي هو ليس مضطرا إليه ولا بحاجة إليه في سبيل أن يفتدي بكفار هذا ليس جائزا شرعا تعظيم المحظورات الوقوف عندها الامتناع عنها مع طيب نفس وعبودية واستسلام لله وفي مقابل ذلك تعظيم الواجبات في الحج بفعلها والمسارعة فيها واستفاء أحكامها أيضا وعدم التحايل في الواجبات على التخفف منها أو الترخص بشأنها يأتي يوم ثمانية يوم غد وهي من سنن الحج فيأخذ مترخصا بأن المبيت في مينا سنة وليس بواجب ليترك المبيت وإذا جاء إلى مزدلفة أخذ بالقول بأنه سنة ليترك المبيت وإذا جاء إلى مينا في أيام التشريق أخذ بقول من يقول إنها ليست بواجب فلا يبيت بمينا لا قبل الحج ولا بعده ويترك المبيت بمزدلفة ويقتصر في حجه وأداء المناسك على أقل القليل من كل ركن كأنما هو يبحث عن شيء يريد التخلص منه بأقل التكاليف في تعظيم الواجبات تقبل على الواجب وأنت مستشعر أنها عبادة يحبها الله فتقبل عليها بقلب يقتر تعظيما لله عز وجل دون تحايل أو التماس للرخص أو بحث عن خلاف الفقهاء لتركها ولا أن تظن أن التخير بين الفعل بالواجب والافتداء بالكفارة وهكذا يفعل بعض الناس يسأل ما حكم هذا؟ فتقول له واجب فيقول لكنني سأذبح كفارة يا عزيزي لست مخيراً بين فعل الواجب وبين تركه مع ذبح الفدية لا هو واجب إنما يأتي ذبح الفدية إن ترك الواجب بغير قصد جبراً له تماماً كسجود السهوة في الصلاة إنما يشرع سجود السهوة إذا سقط الواجب سهواً لكن لا يقول قائل أنا سأترك هكذا في الصلاة عمداً لأنني سأسجد الاستهوة في آخرها فكذلك الكفارة في الحج هي جبر لنقص يحصر فيهم تعظيم عظيم إذن لهذه العبادات معشر الحجي في حجنا وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه أما المقصد المتصل بما تقدم من تعظيم شعائر الله وتعظيم حرومات الله فهو مقصد تحقيق تقوى الله عز وجل ولم أطيل كثيراً في الحديث عن مقام التقوى الذي يتنافس فيه الصالحون تدري أي الصالحين يتنافسون في التقوى أعلى درجات البشر بعد الأنبياء عليهم السلام وهم الأولياء الذين تولاهم الله عز وجل بكرمه وعنايته ولطفه اسمع إلى ما قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان مع التقوى هو السبيل إلى نيل ولاية الله معشر العباء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تلك فقط هي الطرق التي توصل العبد إلى أن يتربى على عرش الولاية أن يحقق تقوى الله تقوى الله سبيل يسلكه العباد يتنافس فيه الصالحون يتربع على عرشه الأولياء المقربون تقوى الله سبيل لتيسير العسير وتوسعة الأرزاق وزوال الهموم اسمع ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كل شيء في الدنيا وفي الآخرة إنما ينال بتقوى الله وغدا إذا جاء العباد للعبور على متن الصراط على متن جهنم أجارنا الله وإياكم فإن الكل سيرد ذلك الموقف العصيب قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية بقدر ما تحمل عبد الله في دنياك هذه من تقوى الله سيكون عبورك على الصراط يوم تلقى الله فهو زاد ووقود يتزود به العباد ولذلك جاء في الوصف في الحديث أن العباد يوم القيامة في العبور على الصراط منهم من يسير كالبرق الخاطف ومنهم من يسير كالجواد المضمر ومنهم من يسير جريا ومنهم من يحبو ومنهم من يكبو فيقوم وتتخطفه الكلالي كل ذلك بقدر رصيد كل واحد منهم من تقوى الله عز وجل في قلبه هذه الحياة مفتوحة أبوابها وتلك العبادات يستكثر منها العباد لزيادة رصيد التقوى في القلوب يأتي الحج فيعلمنا أن تقوى الله هي أول شيء في الحج وآخر شيء فيه كيف؟ في أول الحج قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله هذا في الحج أول ما يفعله الحاج يحمل حقيبته ومتاعه وزاده يتهيأ لسفره من تلك اللحظة قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى التفات عجيب قبل أن تحمل حقيبة سفرك متوجه إلى مكة رعاك الله احمل الزاد الحقيقي في قلبك من تقوى الله أقدم إلى مكة وقد جعلت في قلبك من تقوى الله رصيداً يبلغك هذه البقاع العظام وأنت عبد عرفت كيف تتق الله في هذه البقاع الطاهرة صدقاً والله فأول شيء يفعله الحاج في حجه أن يقبل على أداء النسك متوجهاً من أي مكان في الدنيا قاصداً بيت الله قبل أن يرتحل الراحل ويركب على وسائل النقل أن يحمل تقوى الله في قلبه هذا أمر الله قال وتزودوا خذ زادك حقيبتك ومتاعك وملابسك ونفقتك وكل احتياجاتك لكن الله قال فإن خير الزاد التقوى ثم أكد فقال واتقوني يا أولي الألباب وكلما مررت بالآيات وجدت التقوى حاضرة هنا وهناك في ختام أول آية ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب في آخر آيات الحج في سورة البقى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أما قلت لك هي في أول الحج تقوى الله وفي آخر هي تقوى الله تأتي آيات الحديث عن فدية الصيد في الإحرام في سورة المائدة فيأتي الكلام عنها ويقول الله في أخره واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في سورة الحج والحديث عن بعض مقاصد الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى 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 أيها الحجيج هي المقصد الكبير الذي تدور حوله خطوات الحج ومناسقه منذ الخروج من دارك وحتى تتم المناسك عد معي مرة أخرى إلى آيتي أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات ما الأيام المعدودات؟ أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني ثاني أيام العيد وما بعده قال الله فمن تعجل في يومين أي يومين؟ الحادي عشر والثاني عشر ما معنى التعجل هنا؟ أن تكتفي بيومين ترمي فيهم الجمراء وتبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط وتخرج من منا إلى مكة إلى مكة لطواف الوداع حتى تغادر هنا ينتهي الحج قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ما المقصود بالتأخر؟ زيادة يوم ثالث إلى يوم الثالث عشر فيزيد ليلة في المبيت ويزيد يوما في الرمي في رمي الجمراء قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ها هنا فائدتان لطيفتان في الآية أولاهما أن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال لمن اتقى تعجل إن شئ أو تأخر المهم أن تكون قد ندلت نصيبك من التقوى فانصرف إن شئت في يومين وفقك الله أو يبقى يوما ثالثا لتزيد من تقوى الله عجيب والله المعنى قال فمن تعجل ومن تأخر ثم قال لمن اتقى اللطيفة الثانية في الآية قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ينصرف الذهن إلى أن المراد بقوله تعالى فلا إثم عليه يعني لا حرج وأن تتعجل أو تتأخر بينما يذهب طائفة من السلف كالحسن البصري ورجح والطبري وابن كثير وغيرهم أن المراد بقوله فمن تعجل فلا إثم عليه أي فلا إثم ولا ذنب يبقى عليه لأن الله قد غفر له ومن تأخر فلا إثم عليه أن الله يغفر الذنوب للحجيج سواء تأخر أو تعجل لمن اتقى تريد أن ترجع من حجك قد غفر الله ذنبك لا تخرج من حجك إلا وقد ختمت قلبك بخاتم تقوى الله وعندئذ ستنال الوعد والكلام كلام الله الذي أتيتم من بلدانكم إلى بلده ومن بيوتكم إلى بيته الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وأكد فقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يا كرام تقوى الله باختصار مجاهدة النفس في الاستكثار من الطاعة ومجاهدة النفس في التقليل من المعاصي ما الأولياء؟ هل هم خلق معصومون؟ الجواب لا الفرق بيننا وبينهم إيش؟ أنهم في العبادة والصلاح والحسنات أكثر مني ومنك وفي الذنوب والمعاصي والسيئات أقل مني ومنك بس هذه القصة فإذا نجحت في حجك أن تجاهد نفسك لأن تبلغ رصيدا من الحسنات ما بلغته في سائر أيام السنة وأن تجاهد نفسك في الانكفاف عن الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر بحيث لا يقع منك فيها شيء فأنت نجحت في أن تتطعم معنى التقوى لله في الحج وفي الحج سيأتيك الشيطان حريصاً أيما حرص أن يصرف بصرك إلى ما لا يحب وأن يشغلك بما لا ينبغي وأن يسلط عليك الأفكار والوساوس والخطرات وأقبل ما يظفر منك بضياع الأوقات ألا تزيد في الحسنات وإذا قرأت صفحة من القرآن قال لك كفا وإذا غلبته فأتممت جزءاً قال هذا وردك اليوم وإذا تجاوزت فأتممت غيره وزيادة جاء يثقلك ويثبتك ويزهدك في الأجر وسلط عليك الصوارف والمشاغل حتى يحجزك عن الطاعة وأقل ما في ذلك كما قلت صرف الأوقات أيام الحج في رحلته العطرة بما لا ينبغي أن يفعله الحاج وقد يكون مباحة كالاشتغال بالرفقة والقيل والقال والمجالسة وشرب الشاه وإطالة الوقت على موائد الطعام ويمكن أن يختصر ذلك على حساب الاستكثار من الذكر وورد القرآن ودعاء الله وركعتين تل وركعتين في غير أوقات النهي وكثير من الأبواب التي يتسابق فيها الصالحون مرة أخرى سأقول الحج أيام متحدة لكل الحجي ولا يتفاوتون بزيادة الأيام ونقصها بل باجتهادهم في الطاعة في تلك الأيام بعينها فبين مقل ومستكثر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إنما المعول على ما في قلبك من تقوى الله ومجمل معنى تحقيق تقوى الله في الحج معشر الحجي ولعلنا نختم به مجالسنا في الحديث عن مقاصر الحج ونحن على أعتاب الانطلاق في هذا الطريق العظيم المبارك أولا مخافة الله وتعظيمه وإجلاله وإخلاص القصد لوجهه الكريم سبحانه منذ الإحرام وحتى أداء المناسك ثانيا من تقوى الله الاجتهاد في أداء أعمال الحج دون تقصير ولا تفريط ولا بحث عن الرخص ولا تخفف بل ولا انزعاج ولا تذمر من أقام تقوى الله في قلبه تلذت بأداء المناسك في رحلة حجه من تقوى الله مجاهدة النفس كما أسلفت في الانكفاف عن الحرام من تقوى الله مجاهدة النفس أن لا يسرق الشيطان من عملك شيئا في حجك عبد الله في كل خطوة من خطوات المناسك أرجوكم ادخروا في رحلة حجكم من الخلوة بربكم ما يملأ صدوركم أنسا بذكر الله تخففوا ما استطعتم من صحبة الفارغين والبطالين والذين يشغلون من بجوارهم تخففوا من الانشغال بالأجهزة ووسائل التواصل والحديث مع الناس من قرب ومن بعد تخففوا في رحلة حجكم من اصطحاب الكاميرات والتقاط العدسات أرجوكم ولا يقول النقائل هي توثيق للحظة واثق حسناتك فأنت أولى بها واثق في هذه الأيام وادقر فيها جهدك فأنت والله أحوج إليه ربما فاتتك اللحظة التي يتسابق عليها المصورون لكنك كنت فيها في خفية عن كل العيون مختليا بربك مقبلا عليه هذه والله التي تنجيك غدا لا تلتفت لما قد تحدثه اللقطة والصورة والتعليق من عدد المشاهدات والإعجابات والمتابعات والتعليقات أرجوكم هذا ليس مكانه في رحلة الحج تقوى الله ينقلك إلى عالم آخر تتعامل فيه مع الخالق لا مع الخلق وتنصرف فيه بقلبك إلى من خلقك ودبر أمرك ومن أقبلت إليه تقول بلسانك لبيك اللهم لبيه ثم تنصرف عنه إلى غيره لتكلم فلانا وتراسل فلانا وتخبر الخلق من حوله من تقوى الله في الحج تعظيم الحرمات والشعائر كما تقدم من تقوى الله الذي قد يغيب معناه في الحج عن الحجيج حسن الخلق وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة في الحج قال الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وفي الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق الرفث بمعناه العام هو كل ما يشمل الفحش واللغوة من الكلام والفسق يشمل المعاصي كلها محظورات الإحرام وغيرها والجدال يشمل المخاصمة والمراء والمنازعة قال أهل العلم نهاك حتى عن الجدال وهو أدنى صوري لانحياز إلى النفس مما ينبغي أن يتنزه عنه الحاج مع مراعاة تحقيق التقوى سياق الآية بديع لكنها حث على تهذيب الأخلاق وأولى من يكون متحليا بالخلق الكريم الحاج لأنه وافد وضيف قادم إلى بيت الله وربما وجد في رحلة حجه ما قد يضيق معه خلقه وتنزعج أخلاقه فحذاري لا يستفزنك الشيطان فتدفع من دفعك وتضرب من ضربك تحل بالخلق الكريم أولى الناس بحسن الخلق رفقتك في حجك وإن كانت معك زوجتك وأهل بيتك فالله الله تلك أعلى درجات التحقيق التقوى حسن الخلق مع من بصحبتك من كبار سن ورفاق حملة ورفاق درب قادوك معهم في رحلة حجك إلى بيت الله الحرام تجملوا بجميل الصفات وكرم الأخلاق وتضاضع وأمانة مع محبة الخير والإحسان إلى الناس اللطف مع رفقة الحاج كف الأذى والحذر من أذية المسلم في كل مواطن خصوصا في الزحام عند الطوار في المسعى عند رمي الجمرات في الطرقات بدفع أو شتم أو تضيق طريق أو منع عبور أو سخرية أو استهزاء لما ازدحم الناس عند الجمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حص الخذف رأى صاحب المحجن يجر قصبه في النار لأنه ذهب إلى الحج لا ليحج ولكن ليسرق الحاج بمحجنه فإذا ما فطن قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به كما صح في الحديث كل ذلك داخل في عداد تقوى الله فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من أتقى خلقك لك هذا الجلال والإكرام املأ قلوبنا يا رب بتقواك وخشيتك ومحبتك ورضاك يا أكرم الأكرمين واجعلنا في حجنا هذا من أوفر العباد حظا بتقواك وتعظيم شعائرك وحرماتك يا إله العالمين اللهم اكتب لنا ولجميع الحجيج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم أمن عبادك الحجيج في أنفسهم وأموالهم وأهليهم ومن خلفوا في ديارهم يا حي يا قيون واجعله حجا آمنا في يسر وطمأنينة وروحانية وسكينة وخشوع يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا بعد حجنا خيرا مما كنا عليه قبل وأنت أكرم الأكرمين أمن علينا يا رب جميعا بتوبة نصوح وقلوب راضية وقلوب متعلقة بحبك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ولا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام والتردد عليه وتكرار العمرة والحج على الدوام أنت أكرم الأكرمين ورب العالمين وإله الأولين والآخرين اللهم عليك توكلنا وبك اعتمدنا وإليك فوضنا أمرنا كله فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيون برحمتك نستغير فأصلح لنا شأننا كله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا